نذكر بهذه الأخبار العجلة مشاهدين زلزال بقوة 6.4 بمقياس رختر يضرب منطقة الحدود التركية السورية وتم سماع صوات انهيار أبنية في أنطاكيا التركية وكذلك الإعلام التركية تحدث عن أن زلزال دمر أبنية كانت آيلا للسقوط في أنطاكيا من أضنى انضب إلينا من جديد مفادنا عبدالجليل بردودي عبدالجليل إليك وأصف لنا ميدانيات المشهد وإن كانت هناك أي معلومات حتى توافرت لديك حول الأبنية التي انهارت في أنطاكيا نعم تسبيح كما قلت ضربة الهزة الأرضية على ثامنة وأربع دقائق والتي كانت شدتها 6.4 درجات على سلم رختر في منطقة هاتاي وبالضبط في مكان يسمى دفنة في هاتاي بعد ذلك تلته مباشرة بعد ثل دقائق هزة أرضية ثانية بشدة 5.6 على سلم رختر ودائما في هاتاي ولكن هذه المرة كان مركزها منطقة تسمى صدنا ضربت الهزة الثانية وكانت متتالية يعني بعد ثلث دقائق مباشرة وحسب المعلومات الأولية التي استقيناها فهناك عدد من البابان المتضررة أصلا من الزلزال الأول قد وقعت في أنطاكيا بصفة عامة لحد الآن لم ترد أخبار عن ضحايا أو عن جرحة خلال هاته الهزة لأنه لم يتعد بعد 10 دقائق عن هاته الهزة هنا أيضا في أدنى شعروا بها السكان كانت قوية جدا ودفعت الناس إلى الخروج إلى الشوارع وتواجد في الساحات العمومية كما نشاهد الآن الناس يتواجدون في هذه الساحات العمومية بعدما أصابهم الهلع بهذه الهزة والآن يحاولون الاتصال بأقاربهم لمعرفة أخبارهم وقد بلغنا أيضا أنه قد وقعت تلت مباني هنا في أدنى خلال هذه الهزة الأخيرة لم يتسنى لنا الوقت بعد لمعرفة هل فعلا وقعت هذه المباني خاصة أن الطرقات الآن مغلقة بشكل كامل كما تشاهدون هذه الطرقات الآن وذلك لأن جميع الناس خرجوا يحاولون الابتعاد قدر الإمكان عن الأبنية وفي نفس الوقت أيضا يحاولون ممكن أن يذهبوا لبيوتهم لمعرفة خبر عائلاتهم أو أقاربهم فالوضع فعلا حالة من الهلع كبيرة تعيشها مدينة أدنى ونفس الشيء بالنسبة لجميع المدن الأخرى في انتظار وصول الأنباء عن ماذا حدث بالضبط وهل فيه لا قدر له قتل وجرح خلال الهزتين المتتاليتين التي ضربت المنطقة قبل قليل